اشتركوا في القناة طب بقولك ايه اقفل اللي حسين مخرج بشاولي من بدري تقريبا الهوى بدأ سلام 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 هيا يا أستاذ الهوى بدأ انا على الهوى اصلا ومال مش طاير ليه طب خلاص ما تشخطش هبدأ اهو فانزأتي يا حبايبي وعشتوني جدا 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 زي ما انتو شايفين كده ربنا فتحها علي بالفعل واشتغلت في قناة اخبارية كبيرة وده عشان خف الدم طبعا وعشان انتو اللي شجعتوني ان اكمل وربنا يكرم الاتنين تلاتة اللي دايما مشجعيني واللي وصلوني مكان زي ده المهم ان في وص كل الترندات صحينا على خبر ابو الهول اللي نام فجع ومش بس كده ده كمان حد قال ان طالما فيه حدث عظيم زي ده حصل عند الفرعنة يبقى اكيد اكيد فيه مصيبة تحلة على دماغنا كلنا بينه وبينكو انا خفت الصراحة الواحد مش ناقص ده غير ان علي ديون ومحمود البقال زعل من مبارح عشان ادخل في موضوع حاضر المهم اكتشفت ان مش انا اللي خايف لوحدي لا ده كمان معظم اللي على السوشيال ميديا ترعب وفي منهم اللي اخدوا الموضوع بهزار عشان يهونوا شوية على نفسهم فتلاقي اللي بدأ يدع على الفيس واللي علق تعليقات مصخرة زي هشام احمد من اكاونتو اللي على الفيس اللي قال هلا هيلو اصحى ما تقلقناش عليك ولا اللي قالت ما تخافوش يا جماعة هو متعود يخدنا عليه كده ان شاء الله يصحى وهيبقى كويس اما تويتر فكانت معظم الناس مكدبة الموضوع لدرجة السفة على الخبر نفسه واكتر كومنت المفروض ياخد جايزة احسن سفة على الخبر هو الكومنت ده اذا اغلق ابو الهول عيناه الاسنتين فليهرع كل جنود الفرعون الى المخابق ولا يعودوا ابدا فان رع سيعود وسيؤفن البشر نقش فرعوني عصر عليه السعودي جون كلاود فان جوخ عام 1908 ميلادي مكتوب على جدران معبد التعاون في الطلبية في اسم وده من اكاونت اسمه هيرة على تويتر لكن طبعا عشان الخبر اتنشر بسرعة البر الاجالب محبين الاثار عندنا قرروا ينزلوا مصر عشان يطمنوا على ابو الهول بنفسهم والاقبال على ابو الهول لحد وقتنا هذا بالرغم ان نهاية الاثار طلعت وكذبت الخبر الا ان السياح مهنش عليهم ابو الهول يكون عينه تعباه من غير ما يطمنوا عليه ويشوفوا عينه ملها لا تكون مطروفة ولا حاجة زي ما هتشوفوا في الفيديو ده ده حتى كمان واحد من السياح طلع على تويتر وقال من اكاونت اسمه ريك اكيد المصريين هم اللي عملوا كده عشان ينشطوا السياح عندهم ايوا يا سيد احنا اللي عملنا كده واللي عنده ابو الهول زينا نقول له اي عمنا بالمناسبة في خبر كده مش كلكوا تعرفوه وهو ان تم القبض على الشخص اللي روج للاشاعة وتم حبسه ودفع غرامة كمان صحيح ان دي كانت اغلب الكومنتات اللي كانت واخد حيز كبير على السوشيال ميديا بس طبعا عمري منسى رأي سامح ابو عرايس في خبر زي ده وخاصة انه بيعتبر نفسه ابن خالد اله حورس علق ساعتها على صفحته الشخصية وقال سر اغمض ابو الهول لعينيه هي انها معجزة صنعها ليه الاله حورس كل الموضوع اني ذهبت الى منطقة الاهرامات اتأمل في ملكوت الاله حورس فتجلى ليه الاله حورس وفجأة اغمض ابو الهول عينيه احترما للاله حورس واحترما ليه بصفة نبي الاله حورس في العصر الحديث وهذه ليست اول معجزة تحدث معي من الاله حورس فقد حدست العديد من معجزات الاله حورس معي في السنوات الماضية عارف ان الكلام ده يبدو غريبا لكن الكون في اسرار ومورائيات مش كل الناس بتعرفها الله عليك يا ابو العرايس انا و99 مليون اخرون نفسنا انت عامل دماغ ايه ادي ايه احنا فعلا دمنا خفيف وبنقبل اي خبر حتى لو كان غريب نخش على الخبر اللي بعده فجر الاثنين حصل خصوف كل للامر والناس كانت ترخرها بقوا ينشدوا بعض على الفيسبوك بانهم يصلوا ويدعوا ربنا يا سلام على التدائم بتاعنا وحبنا للروحانيات الجميلة دي ودي حاجة في حد ذاتها تبعث على التفاعل حتى التعليقات كانت تشرح القلب يعني مثلا منهم اللي قالوا على الفيسب باسم محمد الهاسي دي اشارات الهية عميقة تجهلها التليسكوبات رغم تطورها سبحان الله العظيم وبحمده انما لازم تلاقي تعليق فيه اعتراض على اي حاجة والسلام زي مثلا اكاونت صابرينا لما قالت لم يرد في الشرع دعاء للكصوف او الخصوف الله واعلم برضو بس الاهم اننا لما نشوف حاجة شكين فيها من المفروض نسأل اهل العالم وعلى صعيد اخر حلوة على صعيد اخر دي تغير البرلمان الحالي في لبنان على الرغم انهم عانوا سنتين بسبب مشاكل اقتصادية في لبنان الا انهم قرروا يعملوا برلمان جديد وكان فيه جماهير شعبية كبيرة نزلت انتخبت وكمان الحكومة اكدت ان الانتخابات مشيت تمام وكله تحت السيطرة وكل حاجة ماشية تمامه زي الفل والنتيجة ظهرت والحمد لله ودي اول انتخابات برلمانية تمت من وقت الانهيار الاقتصادي في لبنان تعارفين بقى الانفجار اللي حصل في بيروت وكمان البنك الدولي كان بيلوم النخبة الحاكمة بسبب الانهيار الاقتصادي اللي حل وكانت ليلة كبيرة اوي اوي ساعت ولكن حزب الله بيوجه تعذيرات لخصومه في البرلمان الجديد يعني بسبب شوية حاجات كده بينهم وبين بعض وربنا يسترح ولكن في مفاجأة حصلت وهو خسارة حزب الله وحلفائه اللي كانوا الاغلبية في البرلمان ده وده على حسب ما اعلنوا وزير الداخلية بسام الملوي يا سبحان الله يا زولة يعني في نفس الوقت اللي خسر في حزب الله المدعوم من قطر وايران فرماجه المدعوم هو كمان من قطر خسر في انتخابات الصومال طب الانتخابات دي رسيت على مين في الاخر رسيت على شوية من المعترضين على السياسة الحكومية في لبنان قبل سنتين بسبب الانهيار الاقتصادي ودول بقى اللي حصلوا على 13 مقعد في البرلمان والبقين الفازوا 12 ودول بقى وجوه جديدة وما حصلش انهم فازوا قبل كده في اي انتخابات تانية كلهم طبعا لهم برامجهم الخاصة ولكن اهمها من معظم اللي خضوا الانتخابات على اساس ان عندهم برنامج اصلاحي هو محاسبة السياسيين اللي كانوا السبب في الازمة الكبيرة اللي حصلت وكمان في الحرب الاهلية اللي درت ما بين 1975 و1990 وان شاء الله هنبلغكم بالتفاصيل اول باول كله الا لبنان يعني بلد الرز وصدفة يرزه وديع ايه؟ معلش المخرج بس بيشخط فيها تاني طب خلاص خلاص هنجز حاضر طب تفتكروا رأي الناس ايه في كل اللي حصل ده تعالوا نشوف التعليقات على تويتر اول تعليق معانا من عبدالله الشايدي انتخاب برلمان لبنان فرصة اخيرة لانتشال الشعب والدولة من اسوأ ازمة مالية واقتصادية ومعيشية الداخل يعلق امال والخارج يترقب هل استوعابه الدرس لعودة السقة بيدخال اصلاحات تنهي الشلل والتبعية العباسية؟ ان شاء الله بس انت وليا رب وتعليق تاني بيقول باسم محمدان احمد انا حبيت انه فيه كتير وجوه جديدة هتكون بالبرلمان ان شاء الله يقدروا يضغطوا ويكونوا قد المسئولية ويقدروا يغيروا شيء بالبلد لانه انا حابب ارجع انزل على لبنان ان شاء الله يا عم تنزل على لبنان وتزور الماما والبابا وكل العائلة بس ما تنساش تجيب لهم مشابك وانت جاي اما سندريلا بتقول سبع نساء فقط في برلمان لبنان 2022 من اصل 128 نائب زكورية سياسية بدأت بمنخط القانون الحالي واستمرت في برلمان رفض كوتا النسائية المنظمات الدولية دعمت برامج ما يسمى تمكين المرأة وكأنها قاصرة بمئات الدولارات وسدقت قانون يغلف الانصرية ورحب مشوعة بايديها كده اما بالنسبة للخبر الرياضي فانتشأ بسرعة البر اعلان نادي اتلتكو مدريد الاسباني رحيل مهاجمه سواريز عقب نهاية الموسم الحالي وده عشان عقده اللي هينتهي اخر الشهر الجاي صحيح مفيش حاجة بالدوم وما دايم الا وجه الله اتلتكو كتب عبر صفحته الرسمية وقال في تغريدة ليه نطالب جماهير اتلتكو مدريد بالبقاء في مقاعدهم الوداع كل من لويس سواريز والمكسيكي هيريرا في نهايات اخلاق برضو حزن جدا سواريز على وداعه اللي اتلتكو هو وجمهوره لدرجة انه عيط حرفيا في مؤتمر الوداع طب الحقيقة فين من دا كله الحقيقة ان سواريز ممشيش من برشلونة بمزاجه دا النادي اللي اتخلى عنه بحجة انه كبر في السن برغم انه عمل بطولات كتير جدا وحقق اهداف كتير وراح اتلتكو بناءا على العرض اللي جابه له رونالد كومان ودلوقتي سواريز حابب يرجع تاني لنادي برشلونة وعنده استعداد انه يلعب بمرتب قليل ومستعد للتكايف مع ظروف برشلونة الاقتصادية خاصة ان اتلتكو مدريد مش ناوي اتجدد له عاد يعيني على الحال ولما تبهدله الايام ودلوقتي برشلونة سمعت بالخبر وطلب المسؤولين من سواريز انه يستنى لحد ما ياخدوا القرار بس في تقارير على جريدة سعودية قالت ان في اندية عايزة تتعقد مع سواريز وفي مقدمتهم نادي الشباب وهو مش رافل ربنا يوفاو طب يا ترى رأي الناس ايه حساب من على تويتر باسم عبدالله بيقول افضل رقم تسعة بالتاريخ وهو كمان بيشكر فيك اول اكاونت جو بيقول لاعب هداف لكن ما اظن انه بيضيف شيء للفريق المطلوب ابطال اوروبا وهذا المطلب يحتاج تكون كل الصفوف متكاملة ومدرب غير سيميوني لان سيميوني قدم كل شيء جو مش عاجبني يا مجو ده بالنسبة الاخبار رياضية تعالوا بقى نروح لخبر حريمي شوية وهو لامر فتاة الوكالة البنت اللي كانت بتبيع منتجات عالمية وغالية جدا ولكن بسعر رخيص جدا جدا وده عشان تحرق الاسعار والبشرة واي حاجة تقريبا صحيح اغلبنا اخد الموضوع بسخرية بس البنت دي شهرتها واسعة جدا جدا على السوشيال ميديا وبقت مشهورة جوه مصر وبرا مصر كمان ولكن من يومين اتفاجأوا رواد السوشيال ميديا ان امر اتقبض عليها بسبب منتجاتها اللي طلعت مخشوشة اصلا ومنهم المنتجات اللي منتهية الصلاحية واللي كانت بتبيعهم في وكالة البلح وباب اللوق والمفروض تخرج بكفالة دلوقتي 20 الف جنيه بس هي خرجت دلوقتي وعلى قد ان كانت فيه ناس حبيتها وبقت تشكر في منتجاتها والاغلب ستات وبنات طبعا على قد ما فيه ناس تانية شكاكت في منتجات امر اصلا وده اللي خلى محامية هي اللي قدمت فيها بلاغ لحماية المستهلك بسبب انها بتبيع منتجات منتهية الصلاحية ومهربة وطالبت باتخاذ اجراءات كافة الحقوق بس رئيس حماية المستهلك ايمان حسام الدين صرح وقال في تصريح للقاهرة 24 ان الجهاز بيعمل حاليا على المصادر التي تمول الفتاة لافتا الى ان الجهاز يبحث عن التاجر الذي يزود الفتاة بتلك المنتجات يعني الناس عايزة تعرف مين اللي كان بيمول البنت دي بالبضاعة عشان الناس الكتير اللي كايف بتقول ان فيه تاجر اكبر منها هو اللي لازم يتحسب عمتا هو كمان هيتجاب ان شاء الله ونخليه جرب كل المنتجات اللي كان بيديها الأمر من على الفيسبوك سراء محمد بتقول البنت دي غلبانة ما تعرفش حاجة زي ما اللي بتاخد منهم البضاعة مفاهمينها بتبيع وبعدين اللي بيشتري عارف ان السعر زحيد زي ده اكيد مضروب وهي كمان بتبيع في منطقة شعبية كلها غلابة وناس غلابة زيها وتعليق تاني من رحاب بتقول هو ده اللي لازم يحصل وإلا هنقعد نتهم الدولة بالإهمال وإزاي شايفة وسكتة هي كمان وكانت عارفة ومتأكدة ان الحاجة مخشوشة ده اللي كان لازم يحصل أنا مش مشفقة عليها هي صحيح خرجت بصراحة زهلة لا يا صحيح إلا الصحيح فعش كل من هب وده بيبيع اي حاجة وفي اي حتة وخصوصا الحاجات دي لازم تكون تحت رقابة الدولة وبتصريح رسمي جاريت تكتبونا في الكومنتات وتقولونا رأيكو ايه وبكده تكون خلصت أخبارنا وترندتنا وكان معاكو وحجل وكده وسلام عليكم هيا أستاذ عجبتك الكلب الكلب بتاع مالو قصر كاميرا بستين ألف جنيه لا 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 أنا هربهولك معلش عاوز عاوز حق الكاميرا الكلب مين أنا معرفش كلب من نوعه أطوسمه زوء لأصل أنا أصلا بكره الكلاب معلش مش سامعك الشبكة هنا وحش